الطبيعي إننا لما بنختلف مع بعض في موضوع أو مشكلة ما نعرفش نوصل لحل، حل واسط يرضي جميع الأطراف بنروح للدين وقانون والعرف ونشوف بيقولوا إيه عشان نفصل بين المختلفين لكن المشكلة إن فيه قضايا اتحطت لها قواعد من الفقه والقانون عشان تحفظ الحقوق لكن البشر أساء استخدامها أو الظروف اتغيرت وبقينا محتاجين لناقشها من أول وجديد زي قصة نادية وبناتها الاتنين اللي أبوهم كان فتح مصنع ملابس فجأة هو توفى في سن صغير من قبل ما يحطه وصية حتى فبالطبيعي اتنقلت الوصايا لوالده اللي بقى المسؤول وصادق قانون والمجلس الحسبي على ميراس ابنه ومدارس بناته وقساء الحمى حق الوصايا وتعرض المصنع لخسائر كبيرة جدا ونقل البنتين من مدارسهم الخاصة وفي الآخر عنت نادية من تحكماته في حياتها وحياة بناتها وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور هالة منصور وأستاذ علم الاجتماع زيك يا دكتور أهلا ونوراني أخبارك إيه؟ ربنا يخليك شكرا لك هيا رأيك بقى في قصة نادية النهاردة تقولي إيه ولا رأيك إيه ولا بشفتيها قدامك قد إيه؟ كل حيك كل حيك شكرا لها قصة نادية مكررة مكررة بدرجة كبيرة جدا في الواقع بتاعنا كل الأطراف عندهم مشكلة سواء نادية أو حمايها أو أخت جوز نادية عندها مشكلة إن هي مش مدركة إنه جوزها خلص بس هو وقع الصدم برضو يا دكتور كناز بتعد شوية على ما تستوعب يا حرام إنه جوزها اللي هو كان دايما بيدفع عنها وكان بياخد لها حقها وكان دايما رفحها على المجموع جدا على الحال أه خلص ما بقاش موجود هي كمان بقى عندها هم ومسئولية أكبر من الأول كان لازم نوع من أنواع أو قدر من الذكاء الاجتماعي للتعامل مع الواقع الجديد يا دكتور يعني يتطر أن هي تتعامل مع حد بيكرهها وحد يصدق عليها أن هي بتحب واحد في المصنع دا زكاء اجتماعي هي عارفة من الأول أن أخت جوزها شرانية وستة مش كويسة هتعمل معها إزاي لو أنا قابلت النوايات دي؟ دايما بتعمل دا كان لازم تكسب طرف من الأطراف ما هو كانت حماها معاها هي أو ماته كان الأول حماها وحمتها وباقي إخواته معاها لو حد يصدق علي كلام أكسب ويده إزاي أكسب طرف من الأطراف يعني لازم لازم فبعض الأحيان بنبتدي نتصرف بالمواضيع بقدر من الذكاء مش التلقائية العاطفية التلقائية العاطفية تلقائية العاطفية توجينا لشك معلش لازم لازم يحصل فكان لازم بقدر ما إن إحنا نحاول إن إحنا ما نختارش كل الأطراف مرة واحدة اللي هو لو تسمحي لي أتكلم باللغة الدرجة أو العامية العادية إن أنا أخد مصلحتي أبقى نصحة وأنا بأخد مصلحتي أنا ليه مصلحة؟ الواقع محتاج كده لأن التلقائية والتعبير عن العواطف بشكل مباشر بقى بيخسرنا كتير أوي الحاجة الثانية هي لو بذكاءها إدرت إن هي تكسب حماها أو حماتها أو أي طرف تاني يقف جنبها هيبتدي عوضها شوية عن فقدان الزوب طب هي حاسة إنها مظلومة أوي يا دكتوري ما هو إحساس الظلم؟ هي طبعا مظلومة بس هو الواقع لازم نتعامل مع معطيات الواقع هي مظلومة و الله يكون فعونا يعني حرك شايفة لو أنت بتقولي إن إحنا نتعامل مع الواقع حرك شايفة إن إحنا لازم نحط دايماً سيناريو الموت قدامة عينينا يبقى برضو بنفكر فيه أنا هي بتقولي ورح فم صغير قوي كناش عاملين خسابنا خالص سيناريو الموت بزداد هي طيب ويمكن من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان إنه معرفوه سو عمره هينتهي إنتا طبعا لكن إحنا بنقول كل ما بتتغير الأوضاع لازم نسبة شوية لازم نخرج شوية من الصدمة ونبتدي نحلل الواقع طب لو إحنا بقى هنحلل الواقع أختها دي أختها جزها حرك شايفة دي إيه يعني دي بتتعامل معها أصلاً ولا مستعملش خالص؟ شو في حضرتك ساعات بتبقي محتاجة بتتعاملي مع عدوك عشان تعرفي تبتقي شر لأن لو حطت نفسها دايماً في عداء مباشر وفي صراع مباشر معيها هي هتخسر ما خالي بالك أنا سألتك عليها عشان أنا حاسة إنها لمتحكمة في الصر وأولى طبعاً هي هي أموها أكثر ذكاءاً عارفة تسيطر على الأب والأم أنا حاسة كيف وعارفة إزاي توقع بينهم وبينها لأن هي قالت إن الأب والأم كانوا كويسين جداً معيها بس هي دي بعد ملزوج اللي هو كان الحاجز اللي بيحمي توفى أصبحت هي مباشرة مع الأب والأم مع طبعاً حزن الزوجة ومع مسئولياتها ومع الصدمة ما كانتش قادرة إن هي تتحكم في تصرفاتها أو ردودها يعني لو حارك بتقولي ما كانتش قادرة تتحكم في تصرفاتها حارك ليمة عليها في جزء إن البنات بعدوا عنها أنا مش بلوم عليها إن هي قعدت في أحزانها شوية وسبتي البنات فبناتهم ومسكومة مش بلوم عليها أنا بقول لها انتبهي أكتر عجبة عليها يعني ما ينفعش بالضبط يعني أنا بنصحها أكتر من إني بلوم عليها جميلة يا دكتورو ربنا يخليكي أنا بنصحها حاولي تكسابي لأن ده وضع خلاص وضع وضع قائم ولازم حط قدامك البدايل وبتدي أختاري أنسب بديل حاكل لها برا عن تخطيط لازم تكون عندنا طب أنا لو عملت كذا هاوصل لكذا طب لو عملت كذا هاوصل لكذا فأنا عايزة أقول لها حطي البدايل قدامك وجربي جربي أنك تتعاطفي شوية مع الأب جربي أنك تحسستي بأبوته وأن أنت زي بنته جربي أنك تستعطفي في بعض الأحيان التكريدة ممكن يرجع لها حقا يا دكتورو بصي الحق نسبي يعني أنا عايزة أسمع الجملة دي يعني الحق نسبي الحق نسبي الحق نسبي الأب حاسس أنه من حقه أنه هو يربي البنات بطريقة معينة بقدر من الزكاء أقدر أستقطب الأب وادخله نبقى مع بعض فقدرت أدخله زي وانا تكلم أنه بحيب واحد تاني يعني أنا حسيت من الحكاية يا هو يدير يا أنا أدير وأنه واخده هندب أن يدي حاكتي مصنعي أنا زي ما هو قال لي مش هينفح خلص هو مصنعك ما كتبه الكيش هو مصنعك رسمي وقانوني مش مصنعك ده مصنع العيلة ومتحكم في كل حاجة دلاتي فلازم أنه بالحيلة وبالطريقة باللين وبالطريقة الكويسة وبالمساعدة وبخطوة خطوة مش لازم نجيب آخر يا ركبة يا دكتور أنت رأيك أنا طبعا أنا عارفة بتيقلي يعني هستشف رأيك كده أنت مش هيبقى رأيك أنه محاكم وخلص تبقى أول حاجة لا ولا الحاكم ما تبقاش أول حاجة أنا رأيي أن هي زي ما قلت لحضرتك تحاول تتفاهم تحاول تقرب المسافات بلاش تحط منطق الصراع قبل منطق التفاوض أن أنا بتفاوض مع نفسي أولا هو أنا عايزة إيه وإيه البدايل اللي قدامي الحاجة الثانية برضو الجزئية الخاصة بتربية البنات البنات بدأوا يبعدوا عنها وده دليل أو تأكيدا على أنه الزكاء الاجتماعي في التعامل كمان مع الولاد بدأ يبقى ضعيف أو على أنه في مكر ودهاء من عمه ودايما بيقولك بنت لعمتها يعني هي الأم برضو وهما في مراحل سنية صغيرة الأم ممكن تكون قريبة منهم أكتر فهي أنا بقولها تقرب من ولادها ما تحطش دايما بذرة الصراع في الأول طب ليه الأب أو كل الأب في البيت بيسمعنا؟ ما فيه أنه هيحط يعني حتى لو واحد في المية نوم ممكن ما يبقاش موجود بكرة فيبتدي يأمن ويكتب للست أو لمراته ورثه؟ ما يضمنش الست نفسها حتى بصي حضرتك ممكن تعمل إيه؟ ممكن ساعات في بعض الزوجات لو كتب لها ممكن بعد شوية تقولوا أنا مش عايزك خلي بقى لحضرتك ما ينفعش يكتب أنه يعني ما عمش بدي قانونة يكتب أنه لما توفى هي متحكمة في ورسة شو في حضرتك ربنا سبحانه وتعالى حط شرع بتاعه للتعامل مع كل حاجة والشارع بتاع ربنا هو دايماً الصحة يعني إحنا ما نقدرش نزايد على ربنا لأنه كل ما بيبقى عندنا إحنا بيبقى عندنا قصور ساعات في التفكير ساعات بيبقى عندنا قصر نظر ساعات بيبقى عندنا انفعال بالحالة لكن ربنا سبحانه وتعالى شرع كل حاجة دكتور إيلا أنا عايزة بقى أتكلم معاك قبل ما إيه أنا أصلا عمالها بحاول الوقت ما يخلاش القدم قدر أعايز أقلك بقى حريك شفتي أنه عاملة الند بالند وحريك شايفة أنه محتاجة شوية ذكاء اجتماعي أنا عايزة أقول لها حاجة كمان إنه الميراث والحياة والمسئولية مش فلوسه بس كلمت على مدارس العيال وعلى تربيته ومعلى فلوسهم يا دكتور كلمت على كل حاجة يا حبيبت إحنا لو قارنا هنلاقي فيه أباء وأمهات في الفترة دي خرجوا أولادهم من مدارس خاصة ودوهم مدارس حكومية والأب والأم موجودين وبيحبوا أولادهم جداً ومتعاطفين مع أولادهم جداً لأن الظروف الاقتصادية لها أولويات وساعات بتبقى المدارس الخاصة مبالغ مثل لو أبوهم فلوسهم موجودة ومصنع شغالة ما أنا هقول لحضرتك مبالغ فيه المصاريف في المدارس الخاصة هي لو تخيل يعني يا دكتور هي بتتكلم عن مرضو حالة اقتصادية بتقول لك إحنا عملنا مصنع صغير قد كده وإحنا أكيد المدارس مشتبغالية قوي كده يا دكتور ربما كانت الظروف مختلفة يعني أنا عايز لها تخيلي لو جوزك موجود لو جوزك اللي موجود والظروف بتاعة المصنع وصلت للحد ده من الدخل مش كنتي ساعتها ممكن تفكري أنت وجوزك أنك تنقلي أولادك من المدارس الخاصة للمدارس الخاصة أيوة أنا وجوزي بس مش جدهم وبالأمر أنا باشحة فلوسي هي لازم تعرف أن جدهم أصبح مكان أبوهم بس أبوهم ما كانش بشحاتنا الفلوس يا دكتور ربما بستي هيتغذر ما كانش بيسم بدن على كل حاجة ما كانش يصدق عليه كلمتين شوفيا سليبة هي لو فضلت حتى قدام عينيها ده هتكره ومش هتعرف تتعايش وهيزيد المشاكل أي بس أنه هو ييجي دلوقتي يشيلي بند التعليم يا دكتور أنه رفاهيات أول هو أنت بتعمل إيه بقية الحاجات يعني أنا عايزة أعرف محدش يكون جبنة هي فين؟ هي فين؟ أنا النهاردة أنا شايفة أن هي ما بتشتغلش والولاد في مرحلة عم لسه في مراحل عشر سنين وآه في الدراسة طب ما تذكري أنت للولاد ذكري للولاد وقولي وضحي ده حيلو بس ممكن تقول قدرتها التعليمية برضو مش قد ذكي أنا شايف في أمات في أمات كثير جدا ما بقصة كنت شفتك بتنجح كده إني أنا عايزة أقوله أن إحنا هنحط قدامنا البدايل وناخد أنسب بديل اللي يخلينا إلى حد Hambam ما مرتحين إحنا وأولادنا أنا حاسك إلى كلامك وعيزة أقولي لها أن تكتب أول وحد الأخت أنت عايزة كده؟ لا تكتب أبي والأم لأ إنه هي له العشان تكتب الأب والأم لازي تكتب المالية وإدنه هي دي لمشيخ يعني بالاش يعني بالاش هي مش لو تقدر تكتبها ل إنه هي دي لمشيοهمpp هما مش بيحبوا بعض. بس على الأقل أعرف أحيدها في بعض الأمور. على الأقل أضم حد الجبهتي ما يبقاش كلهم جبهة واحدة وانا الوحدة. ده هما بيعملوا كده ويا لسه ما تجوزتش. الولادها دخلوا في الجبهة الثانية. يعني هي سمحت بنتاعلها بعدم إدراكها. أنا عايزة أقول لها اكتبي على قد ما تقدري الناس في جبهتك. بس يا دكتور ده هما بيعملوا كده ويا لسه ما تجوزتش. وهي من حقها نية تتجوز أصلا. هي لو فكرت تتجوز هيتحرك محور اهتمامها. محور اهتمامها. هيبقى محور اهتمامها حياتها الجديدة. وممكن ساعتها تقول لهم خلي الولاد معكم. لا. ممكن. يعني أنت بتقوليني ممكن؟ بتجارب مع أصل. أنا عايزة أعرف اللي انت شوفتيه بقى. شغلنا كبحث اجتماعي بنمر بكل المتغيرات وكل التجارب اللي ممكن تعيش في الحياة. أنا موافقة جدا. ما عايز سألك شؤال بقى أخير. هل انت شايف أن الحالات دي موجودة أكتر في المدن ولا في القرى ولا؟ لا. هي موجودة أكتر في البيئة البسيطة. سواء الريف أو الأحياء الشعبية البسيطة. لكن في القاهرة أو اسكندرية أو محافظة دي موجودة؟ لأن في الحياة دي الناس بتتدخل في تفاصيل بعض بدرجة أكبر. كانت برضو أخته بتتدخل وكانت ساعات بتحصل مشاكل. فهنا مستوى الخصوصية بيبقى مفتوح. ساعات بيبقى مفتوح حب. ود شرفة. عشام بقى. عشام. لزيزة. فهنا بقولها حاولي حاولي بقدر الإمكان. يعني ما تسبيش نفسك لمشاعرك سلبية. حاولي بقدر الإمكان أنك تبصي للجانب المضيئ في شخصية الناس دول. لا يوجد حد وحش على طول ولا حد كويس على طول. حاولي تفتكري برضو للحمة ده أو لحماتك المواقف الكويسة اللي كانت بتحصل قبل مجوزك. أو ممكن تحاول تحتوي أخته تشوف مشكلتها. تحتوي أخته. بتغير منك ليه؟ بالضبط. ونجيب لها ليه؟ وحاولي تكتبيها. حاولي تقربي. يعني حاولي ساعات بتبقى غيرة. ساعات بيبقى الشعور أنه لا ده هي ممكن تكون شايفاها أن هي أحسن منها. أن هي حظها أحسن منها. حاولي بقدر الإمكان تتعاملي مع عقد الناس اللي قدامك بدرجة من الذكاء. الحاجة الثانية. ولادك اسمهم على اسم باباهم وجدهم. حتى لو خدس الولاية الاسم لسه موجود. ووجود الاسم يعني وجود مسئولية. يعني وجود أعباء. فحاولي بقدر الإمكان أن أنت تعدي بولادك المرحلة دي. لغاية لما هما يكبروا شوي وبيبقوا هما كمان استند بتاعك. وتتنقل طبيعي الولاية للأسرة. أنا بشكرك.